في نفخ البلاستيك بيتم ضغط البلاستيك عن طريق الفونية ونفخه بضغط معين يكون هوا يضغط على الجدراء من الاستنبا فيكون المنتج بتاعك الطريقة دي بتستخدم في الأشكال البلاستيكية زي السمك الزغير والمنتصم نفخ البلاستيك واحدة من طرق إنتاج الأجزاء البلاستيكية للمنتجات اللي بتكون سمكها رئيس زي أزاز المية الطريقة دي جاية في الأصل من نفخ الإزاز ونفخ البلاستيك يعتبر من طرق التشكيل المرن ممكن تحصل على منتجات كثيرة قريم عن طريق نفخ البلاستيك زي ما قلنا الإزاز والجراكل وبعض الأجزاء اللي بتخش في العربيات في المنظر دوت والجراكل الضخمة والبرامين الضخمة كل ده بتعمل بطريقة نفخ البلاستيك ولألعاب الأطفال برضو بتعمل عن طريق نفخ البلاستيك نفخ البلاستيك ممكن يكون من عمليتين مع بعض يعني ممكن يكون مع نفخ وبسط ممكن يكون نفخ وحقن مع بعض ممكن يكون أكتر من طريقة زي ما ما موضح هنا دي طريقة النفخ مع الحقن في الأول بنبدأ نحقن الجزء بتاعنا على الجزء سلواني كده بيمثل كأنه كور للشكل دي مرحلة الأولى مرحلة الحقن بعد كده بنبدأ في مرحلة النفخ على الضاي بتاعنا يبدأ يخش الهواء المضبوط ويكون الشكل المطلوب فدي طريقة نفخ الحقن بعد كده بتحتاج مسلا في النهاية ان تتعامل 3 موضح بتاعنا